اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجريمة المتنوعة وهذا خاصة ما بين وزارتي الداخلية للجزائر وإيطاليا كان كذلك للميل في الليبي قسط كبير في المحادثات وكما تعلمون اصتقان الإيطاليين يحضروا نفسهم لاستقبال ندوة في باليرمو وستكون جزائر موجودة في هذه الندوة فتبدلنا كذلك ارانا ومعلوماتنا ولحينا من الجهتين على العزم الكبير لانجاح هذه الندوة وكذلك لمساعدة اصدقانا واشقانا الليبيين للوصول الى حل سلمي ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بطبيعة الحال هذه النقطتين الاساسيتين او الملفين الاساسيين في المحادثات التي جارت اليوم كانت لنا الفرصة كذلك للاشارة الى قضايا الجوار في الساحل الى الهجرة الغير الشرعية وهذا محتوى تدخل الافتتاح قضية ما سميتهموه للحراقة او الهجرة غير الشرعية اخذت بالضبط اقل من عشر دقائق في قرابة التلساعات من المحادثات الثنائية كان لارتكاز على الجانب الاقتصادي وعلى قضية ليبيا وإلى آخرين لكن باش نجاوبك على سؤالك سيدي الكريم هناك في ايطاليا ازيد من ربعين الف جزائري في اقامة شرعية وبدون اي مشكل كان وهناك اقل من سعميات شخص الذين يقال عليهم انهم في اقامة غير شرعية وهم جزائريين لأن الكثير من الناس من دول مغاربية اخرى يمشوا الاطاليا وربما يقدم رحم جزائريين 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 من المغاربية ومن المغاربية من 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 المغاربية جزائريين من المغاربية من المغاربية او جزائريين من المغاربية موجهة إلى شخصه الكريم الشي اللي نضيفه وأن الوفد الجزائري اللي يشارك في ندوة باليرمو سيعمل بجانب السلطات الإيطالية لإنجاح هذه الندوة ولإقلاع مسار الحل السلمي في ليبيا وإن شاء الله تكون هذه الندوة متوجهة بنتائج مرضية لكل دول التي تهتم بليبيا وفي صالح الشعب الليبي شقيقنا وجارنا فيما يتعلق بسؤالك الخاص بندوة باليرمو أولا الجزائر لا يشعر هنا لتحدث على مواقف دول أخرى أو حتى على ما يكون محتوى الحل السلمي للقضية الليبية لن نذكرك أن المبدأ المحواري للموقف الجزائري تجاه قضية ليبيا يرتكز على نقطتين أولا احتواء القضية الليبية من طرف الليبيين وعليهم إقرار الأجوبة على الأسئلة على سبيل المثال التي تفضلت بها ثانيا دعم جهود الأمم المتحدة التي تبلور العالم بإسره بما في ذلك الجزائر هذا لنكتفي به فيما يتعلق بالتعليق المسبق على ندوة باليرمو الآن فيما يتعلق بالهجرة الغير الشرعية إذا كانت تسألني على العلاج ما بين الجزائر وشركائها في العالم ربما مناسبة بش نوضح لكم أن بلادنا عندها اتفاقيات منذ بعض الحالات كانتفاقيات ليرجع عهدها إلى خمسة عشرين سنة وهي اتفاقيات تقنن عودة الجزائريين الغير مرغوب فيهم من دول أخرى هذه الاتفاقيات تبنى على ما يلي أولا إثبات حالة وجود غير شرعية ثانيا إثبات أن الشخص المعني جزائري وهذا فيه علاقة عادة مع مصالح الأمن الجزائرية مصالح الشرطة لإدنتفيكاسيون جديسيار لزنبرانت إلى آخره أشياء عديدة تستعمل في هذا المجال تثبت هذه الحالات الجزائر تعتبر من واجبها تستلم أبناها وهذا نقدر نأكد لك ما عندنا مع أي بلد كان حملة منظمة سمعت وقريت العديد من تعليق بعد زيارة السيدة ميركل من ألمانيا الجزائر بعض العناوين جعلت من هذه القضية يعني برنامج استثنائي لا فيه عمل مستمر يأتي ربما في أسبوع بخمسة عشرة من ناس ترجع من بلد أو بلد آخر والأمور مستمرة الآن سؤالك ثاني أو شطر ثاني من سؤالك حول الجالية كيف يمكن أن نتصور القضاء على هذه الظاهرة في البحر الأبيض المتوسط لهنا كذلك للجزائر خطاب وموقف وأننا يجب أن نصيل إلى تجفيف منابع لهجرة الغير الشرعية هناك بلدان من الساحل على سبيل المثال من شرق إفريقيا تأتي منها ألاف من الناس لهارب من أزمة وحرب لهارب من أزمة وحرب لهارب من المجاعة فالجواب في علاج هذه المشاكل على سبيل المثال تحدث على قضية ليبيا حل مؤذلة ليبيا يساهم في استقرار ليبيا أولا وجوارها ثانيا ندافع دوما في الساحل على ضرورة مرافقة الجهود لمكافحة الإرهاب أو المشاكل الأمنية الموجودة هنا أو هناك ببرامج وتشجيع إعادة باث تنمية فترح الجزائر هذا هو معوش بمعسكرات أو بحلول ربما في الوهلة الأولى قد تظهر شغل سد تبنيه يعني يحبس الكلمة لكن في الواقع يأتي المزيد من المويف وتعليه شكرا